مرحبا بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخبار كورونا بدقائق من قناة حلب اليوم الفضائية أفاد مراسل حلب اليوم بوفاة سيدة موسنة في بلدة جديدة عرطوز الفضل بريف دمشق الغربي بعد إصابتها بفيروس كورونا وقال مراسلنا إن المتوفات خالطت عدة أشخاص من خارج عائلتها وأن الكوادر الطبية تعاملت معها بشكل طبيعي أثناء فترة تواجدها في المستشفى مضيفا أن حكومة النظام طبقت الحجر الكامل على البناء الذي كانت تقطن فيه قبل وفاتها إلا أنها لم تعرف حتى الآن مصدر العدوى بالفيروس وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في مناطق النظام إلى سبع حالات فيما بلغت حصيلة المصابين بالفيروس 177 وعدد المتعافين منه 78 بحسب تصريحات صحة النظام أكدت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة على خلو المناطق المحررة في الشمال السوري من أي إصابة بفيروس كورونا وأعلنت الوزارة إجراءها 36 اختبارا لأشخاص مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا مؤكدة أن جميعها كانت سلبية أي غير مصابة بالفيروس وأضافت وزارة الصحة أن مجموع الحالات المختبرة منذ آذار الماضي بلغ 1253 حالة جميعها كانت سلبية أعلنت السلطات السودانية تمديد حظر التجول الجزئي في العاصمة الخرطوم حتى التاسع والعشرين من شهر حزيران الحالي لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضحت السلطات أن قرار التمديد سيطبق اعتبارا من يوم غد من السادسة صباحا وحتى الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في السودان بلغ 7740 وأن أعلى نسبة للإصابات سجلت في الخرطوم بحسب السلطات الصحية في البلاد قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن حكومة بلاده لا تفكر بإعادة فرض حظر التجول خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا وأوضح قوجة أن بلاده سجلت تسعة عشر حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الأخيرة ليرتفع الإجمال إلى أربعة آلاف وثمانمائة وواحد وستين وأضف الوزير أن عدد الإصابات في البلاد وصل إلى أكثر من مائة واثنين وثمانين ألفا فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا مائة وأربعة وخمسين ألفا وستمائة وأربعين وفي ذات السياق أصدرت ولايات أنقرة واستنبول وبورصة فرضها ارتداء الكمامات على المواطنين في الأماكن العامة مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مخالفي القرار أعلنت السلطات في البرازيل ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى ست واربعين ألفا وخمسمائة وعشرة بعد تسجيل ألف ومائتين وتسع وستين حالة وفاة في البلاد وذكرت وزارة الصحة أن إجمال الإصابات بكورونا وصل إلى تسعمائة وخمسة وخمسين ألفا وثلاثمائة وسبعين فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس خمسمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وتحتل البرازيل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات والإصابات بالفيروس كما تعد الأكثر تضررا من الفيروس في عموم قارة أمريكا اللاتينية بحسب السلطات في البلاد والآن إلى آخر إحصائيات مصابي فيروس كورونا حول العالم وفق وزارات الصحة في كل بلد مشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة كورونا بدقائق لا تنسوا متابعتنا عبر البث المباشر وصفحتنا على الفيسبوك أتمنى لكم السلام جميعا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة